شر صباحا في القاهرة الثامنة في جرينيتش أهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم عبر شاشة النيلة يستقبل وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم مارتين كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا وذلك بمقر وزارة الخارجية ومن المقرر أن يبحث شكري وكوبلر تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تخطي حالة الركود الحالية في الأزمة التي تشهدها البلاد تستأنف اليوم السبت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطراء محكمة ستة متهمين في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة مصر القديمة في أكتوبر من العام قبل الماضي وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بالاشتراك في التجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض تعريض السلم العام للخطر والقتل والشروع في القتل والإطلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة والانضمام لجماعة إرهابية كانت المحكمة قررت تأجيل نظر القضية لسماع شهود الإثبات مع تغريم الشهود مبلغ ألف جنيه لكل منهم لعدم حضورهم الجلسة السابقة تستأنف محكمة جنيات القاهرة اليوم السبت والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 23 متهما بينهم 17 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسبير ومن المقرر أن تستكمل المحكمة مناقشة شهود الإثبات بجلسة اليوم كانت نيابة قد أسندت للمتهمين اتهمات بتجمهوري وارتكاب جرائم القتل العمد واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتعدي على المواطنين والتلويح بالعنف على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام وتعود أحدث القضية لشهر أكتوبر من عام 2011 حيث أسفرت مواجهات بين متظاهرين وقوة الجيش إلى سقوط 23 قتيلا في محيط مبنى التلفزيون تستأنف اليوم محكمة جنيات القهرة المنعاقدة بمعهد أمناء الشرطة محكمة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخالية طلابي حلوان كانت المحكمة قد أسندت إلى المتهمين تهما تتعلق بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكذيب ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنظر اليوم محكمة جنيات القهرة المنعاقدة بمعهد أمناء الشرطة إعادة محاكمة أربعة متهمين كانت المحكمة قد أصدرت بحقهم حكما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحدث الزيتون كانت المحكمة قد أسندت للمتهمين عدة اتهمات من بينها التجمهر والبلطقة والتلويح بالعنف واستعراض القوة والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة قصف طائرات دول التحالف العربي في الساعة الأولى من صباح اليوم أهدفا تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح في العاصمة اليمنية صنعا وذكر شهد عيان أن الطائرات استهدفت معسكر ضبوع في معسكر السواد التابع للحرس الجمهوري الموالي لرئيس السابق ومعسكر جبل النهدين بضل الرئاسة جنوب صنعا كان عشرة من ميليشيات الحوثي قد قتلوا وأصيبوا خلال قصف مماثل طائران التحالف على مواقع ومخازن أسلحة تابع للميليشيات في محافظة القوف وغربية عزة أصدر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بيانا قال فيه إن التعاون مع الجيش السوري في مكافحة تنظيم داعش مرهون بعملية انتقالية وذلك بعد ساعة على إعلان فرنسا لا تستبعد لاستعانة بالقوات السورية لقتل المتشددين وأكد فابيوس الذي يعد من أشد منتقده الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات إذاعية أكد أن تعاون كل القوات السورية ومن أهل الجيش النظامي في قتال داعش أمر مرحب به طالما صاحب هذه الخطوة انتقال سياسي تصريحات فابيوس لقت بعض الترحيب من وزراء الخارجية السوري وليد المعلم عفوا من وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلا أنه اعتبرها متأخرة بعض الشيء على حد وصفه اندلعت اشتباكة عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومقاتلين تركمان في محافظة اللذقية شمال غربي سوريا ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والقرحة تأتي هذه الاشتباكات بعدما تمكن الجيش السوري من السيطرة على أجزاء من جبل الزاهية في ريف اللذقية بلدة مهين نقطة ارتكاز داعش في الريف الشرقي لمدينة حمص أضحط عنوانا للانكسار المهين الذي من يبيه هذا التنظيم بعد ساعات قليلة من هجوم الجيش السوري والقوات الرديفة له هجوم أعاد به الجيش وسيطرته على مساحات كبيرة من الأرض مع إمكان تحكمه بمفاصل وممرات هامة في منطقة هي واسطة العدد في الجغرافية السورية تحرير مهين الآن هي عبارة أمان للطريق ضرب للإرهاب إنها هذه المسألة في تلك المنطقة والجيش تابع باتجاه الشرق باتجاه تحرير لا بد من تحرير مدينة قريتين التي خطفها الأرهاب منذ عدة أشهر وأعتقد أنها سيكون في ذلك ضربة كبيرة لداعش في تلك المنطقة خسارة داعش هذه تزامنت مع خسارة جبهة النصرة ومن معها لعشرات التلال والأودية في الريف الشمالي لمدينة اللاذقية على الحدود مع تركيا هذه الحدود التي ربما تكون سببا في إشعال فتيل أزمة أكبر وأشد خاصة بعد أسقاط تركيا لمقاتلة روسية فوق منطقة جبل التركمان تقدم الجيش العربي السوري واستعادة مهين من مسلحي داعش إضافة إلى تلال الحاكمة الأساسية في مناطق المحيطة باللاذقية والقريب من حدود تركيا مما أضعف مسلحي النصرة وجيش الفتح المرتبطين بشكل أو بآخر بتركيا وداعش جعل أردوغان يفقد السيطرة على زمام الأمور وجعله مضطرق بعمل ما ولا أظن هذا العمل بدون التشاور مع حلفاء بيحلف شمال أطلسي كمان لا أظن أبدا أن روسيا سفر تسكت وأنا أرى الأفق مفتوحا نحو مفاجآت وتغيرات كثيرة في القريب العاجل إسقاط الطائرة الروسية لا يعد حدثا عابرا في أزمة عابرة وهو بمعاني كثيرة تطور هام في أزمة معقدة وفق مطلعين الميدان السوري يشهد تحولات كبيرة وربما يكون سببا في تحولات أكبر وتتجاوز سوريا وما أسقاط تركيا لمقاتلة روسية في خضم هذا التجاذب إلا دليل على أن الوضع أضحى أمام مفترقات هامة وفارقة لقطاع الأخبار في التلفزيون المصري لقائش هذا دمشق اشترطت موسكو تقديم أنقرة اعتذارا رسميا عن حدث إسقاط الطائرة الروسية قبل أيام قبل أن تستجيب لاتصالات متكررة من قبل رئاسة التركية لترتيب اجتماعا يجمع أردوغان وبوتين على هامش قمة المناخ المزمعة في فرنسا في المقابل حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا من اللعب بالنار مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يريد الإضرار بالعلاقات مع موسكو تراشق كلامي وتهديدات واتهامات متبادلة لا تتوقف بين تركيا وروسيا منذ إعلان تركيا إسقاط المقاتلة الروسية وبدأت النبرة تعلو بعد إعلان روسيا اتخاذ إجراءات الرد روسيا شددت على حقها في الرد على تركيا وبدأت بقرار إعادة فرض نظام التأشيرة على الأتراك واتهامها بتجاوز الحدود تم اتخاذ قرار بوقف العمل بالنظام الإعفاء من التأشيرة مع تركيا هذا القرار سيصبح نافذا في الأول من يناير 2016 وزير الخارجية الروسي سيرجيل لفروف اتهم تركيا خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السورية وليد المعلم بتجاوز الخط الأحمر بإسقاطها الطائرة العسكرية الروسية محذرا بأن ذلك من شأنه تقويد العلاقات بين البلدين القرار يأتي غدا تدعوة وزارة الخارجية الروسية لجميع مواطنيها الموجودين على الأراضي التركية إلى العودة لروسيا بسبب التهديد الإرهابي الراهن في تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يقف مكتوف اليدين إذا أتصريحات لفروف والمعلم وقال إنها تصريحات غير مقبولة السيد بوتين يقول إن من يعتمد معاييرا مزدوجة في التعامل مع الإرهاب يلعب بالنار وأتفق مع ذلك تماما ضرب المعارضة التي يعترف المجتمع الدولي بشرعياتها بذريعة ضرب داعش لعب بالنار الرئيس التركي أعرب أيضا عن أمله بأن يلتقي نظيره الروسي بلاديمير بوتين وجها لوجهه وذلك خلال قمة المناخ التي من المقرر أن تنطلق الأحد في باريس وذلك لمناقشة مواصفه بالحادث الجوية الذي أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين المسألة لا تزال بين شد وجذب ولا يعلم أي طرف كيف ستنتهي غير أن ضخمة الاحتمالات التي قد تتمخض عنها تجعل من العسير التفكير في خيار عسكرية بين دولتين جمعتهما عداوة الحرب الباردة قديما من جانب أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن تركيا أسقطت المقاتلة الروسية داخل أجواء بلاده وأشار إلى أن النفط الذي يسرقه تنظيم داعش من سوريا والعراق يتم بيعه عبر موانئ تركيا حادث الطائرة الحربية الروسية والعدوان التركي بإسقاطها هذا عدوان موصوف على السيادة السورية لأن الطائرة أصيبت ضمن المجال الجوي السوري وأتحدث تركيا أن تقدم دليلاً غير ذلك نحن نعنى خمس سنوات من العدوان تركيا على سوريا ومن أطماع أردوغان بشمال سوريا ومن دعمه المتواصل لتنظيمات داعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة وصلت القوة العراقية المشتركة مدعومة بطائران العراقية وبإسناد من طائران التحالف الدولية استهداف مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالعراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كما نفذ طائران القوة الجوية عشرة طلعات دمر خلالها جرفة مدرعة وسيارة بينما نفذ طائران الجيش اثنتين وأربعين طلعة على مختلف قواطع إسناد القوة البرية التي تقاتل داعش قصف جوي مكثف شنته قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش على مواقع وأهداف تابعة للتنظيم الإرهابي في مناطق متفرقة من العراق وذلك بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران الجيش العراقي طائرات التحالف استهدفت بنحو عشرين غارات جوية مواقع قتالية ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لتنظيم داعش في الأنبار وتلعفر بنينوى شمال غربي العراق بالتزامن مع تدمير طيران الجيش العراقي لسيارتين لداعش وأسلحة للتنظيم بمنطقة غربية سامراء شمال العراق كما نفذ طيران القوة الجوية وطيران الجيش العراقي أكثر من خمسين طلعة جوية وذلك لإسناد القوات البرية التي تقاتل داعش على الأرض وأحبطت القوات العراقية هجوما لتنظيم داعش على حقول عجيل النفطية شمال تيكريت بمحافظة صلاح الدين وقتلت عددا من إرهابي التنظيم كما صدت قوة تابعة لعمليات الجزيرة والبادية بالجيش العراقي هجوما لداعش على منطقة البوحيا شمالية الرمادي بدورها قصفت المدفعية العراقية التابعة لقيادة عمليات سامراء مستودعا للعتاد والصواريخ لداعش في جزيرة غربية سامراء لمحافظة صلاح الدين من جانب آخر قال وزير الدفاع العراقي خالد العبادي إنه سيطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي تسليح قوات الأيزيديين في قضاء سنجار مؤكدا قرب انطلاق معركة تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من سيطرة داعش وتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد إحكام القوات العراقية طوق الحصار عليها أكد وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند مساندة لندن لتونس في محاربة الإرهاب ودعم جهودها في إنجاح البرامج والإصلاحات الاقتصادية جاءت تصريحات هاموند عقب اكتماعا في تونس مع رئيس الباج قائد السبسي وأشدد هاموند على وعي بلاده بحجم التهديدات القادمة إلى تونس من ليبيا مشيرا إلى أن الحل السياسي هو الأمثل للأزمة الليبية من جانبه أكد وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش دعم تونس لمبادرات إيجاد حل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية بليبيا من جانبه أعلن وزير الدولة للأمن في تونس أن كل الهجمات الدانية التي حدثت في بلاده هذا العام تم التخطيط لها في ليبيا مشيرا إلى أن تونس قد تعيد فرض تأشيرة على الليبيين يأتي هذا بينما قالت وزارة الداخلية التونسية إنها فرضت الإقامة الجبرية على 92 من المتطرفين العائدين من سوريا والعراق وليبيا واعتقلت أربعين آخرين كانت تونس قد كشفت هوية المهاجم الانتحاري الذي نفذ الهجوم على حفلة حرس الرئاسة والذي قال أقاربه وجيرانه إنه اعتقل هذا العام للاشتباه في انتمائه لجماعات متطرفة قبل إطلاق سراحه أفدت السلطات بولاية كولورادو الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي وإصابة تسعة آخرين برصص مسلح أطلق نار داخل عيادة لتنظيم الأسرة في كولورادو غرب الولايات المتحدة الأمريكية وقال جون ساذرز رئيس بلدية كولورادو سبرينغز إن إطلاق النار أصفر عن 12 جريحا بينهم ثلاثة توفوا متأثرين بجروحهم أحدهم شرطي في حين لا يزال الجرح الباقون وبينهم خمسة شرطيين يتلقون العلاق في المستشفى افتتحت في ملطة أعمال قمة دول الكومنويلث بمشاركة قادة من 53 دولة تتقدمهم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وتهيمن على أعمال القمة قضية التغيرات المناخية وتعزيز التعاون بين دول الأعضاء فضلا عن مكافحة التطرف في احتفالية كبرى بجزيرة ملطة افتتحت قمة الكومنويلث والتي تخيم عليها قضايا التغير المناخية قمة تأتي قبيل أيام قليلة من قمة المناخ المقررة في باريس نهاية الشهر الجاري ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الرئيسة الفخرية الثامنة عشر لربطة الكومنويلث والتي تضم 53 دولة أشارت إلى قدرات دول الرابطة في مجال البيئة يتعين على دول الكومنويلث أن تقوم قيادتها باتخاذ تدابير ملموسة بشأن مجموعة من القضايا العالمية وعلى رأسها التغير المناخي وينص برنامج القمة التي تعقد مرة كل سنتين والتي ستعالج أيضا مسائل الهجرة والتطرف على عقد جلسة تخصص في الواقع لمسألة المناخ على أن يصدر المشاركون في نهايتها بيانا مشتركا آمل أن تخرج القمة بنتائق واقعية نظرا لأنها ستتطرق إلى قضايا تسير قلقا مباشرا مثل مسألة التغير المناخي والتطرف ومشكلة الهجرة وتضم رابطات دول الكومنويلث الموروثة من الإمبراطورية البريطانية السابقة ربع بلدان العالم وثلث سكانه ويعد عشرون من أعضائها هم دول صغيرة من الجزر شديدة الحساسية حيال مسائل التغيرات المناخية أما البلدان الأخرى كالهد وباكستان وأستراليا فهي في عداد كبرى الدول المسببة للتلوثة ولم تنى المقترحتها حتى الآن الارتياح لدى منظم مؤتمر المناخ افتتح في البحرين معرض المجوهرات العربية أو البحرين المجوهرات 24 هو معرض ينظم منذ أكثر من عقدين من الزمان ويعتبر معرض المجوهرات العربية منصة يعرض فيها صانع المجوهرات أحدث مجموعتهم ليس كل ما يلمع ذهبا هذا هو محور معرض المجوهرات العربية الرابع والعشرين بالبحرين الذي تشارك فيه مئات الشركات من دول عديدة في هذا المعرض السنوي تعرض شركات مجوهرات عالمية أحدث ابتكارتها وكلها أمل في إغراء العملاء بالاستثمار في منتجاتها من بين الشركات المشاركة في المعرض شركة مجوهرات هولندية متخصصة في الحلي الذهبية المعصرة والسعادة هذا هو عامنا الخامس وقاعدة عملائنا تنمو كل عام لدينا أناس من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة كلها هناك جامعون لمنتجاتنا الناس يأتون ويشترون ويقولون اشتريت هذا العام الماضي هل عندكم منه بألوان جديدة؟ ما هو الجديد؟ ما هو الأحدث؟ ويعتبر معرض المجوهرات العربية أو البحرين للمجوهرات كما يسميه البعض والذي ينظم منذ أكثر من عقدين من الزمانة منصة يعرض فيها صنع المجوهرات أحدث مجوهراتهما وهذه هي الدورة الرابعة والعشرون للمعرض ومن بين أفضل التصميمات المعروضة به هذا العام أغلى جيتار في العالم من تصميم كورنيت جابسون هذا الجيتار مرسع بعدد 11441 ماسة وكمية من الذهب الأبيض وتقدر قيمته بمليوني دولار أمريكية ويقول منظم المعرض أنه يتوسع على كل الأصعدة يشارك في معرض هذا العام أكثر من 600 شركة من 29 دولة وبالتالي فإننا وسعنا مساحة معرضنا هذا العام ويقول بعض الزوار أنهم يحبون رؤية تنوع المعروضات التي ليست متاحة دائما في معارضة مماثلة وختم لهذه النشرة نذكركم بأهم ما جاء فيها من أنبال شكري يبحث اليوم تطورات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي الجديد مارتين كوفلر مقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي في قصف النقوة التحالف على مواقعهم في صنعاء وتعزة وزير الخارجة الفرنسي يؤكد أن التعاون مع الجيش السوري في مكافحة تنظيم داعش مرهون بعملية انتقالية ختم هذه النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء